موسيقى 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 أعزائي المشاهدين أسعد الله مسائكم بكل خير وأهلا بكم معنا ولقاء متجدد وسؤال مسؤول الحياة لما أبنين التكلم عن أي منشأة خاصة عندما تكون منشأة طبية هناك مجموعة من الأمور بتفرض نفسها وبتفرض الحديث عن تلك المنشأة كحجم المنشأة أو موقعها أو طبيعة أو حجم الجماهير اللي بتتعامل معها أو اللي بتخدمها هذه المنشأة مجموعة من الأمور بتجعل لتلك المنشأة أهمية خاصة الحقيقة مستشفى الهرم من المنشأات الطبية بالغة الأهمية ممكن يكون لموقعها لقربها من ممكن الطريق الدائري أو طريق الصحراوي أو لقربها أيضا من مناطق مقتصدة بالسكان أيضا مستشفى الهرم لها تاريخ الحقيقة وتاريخ مشارف جدا خاصة في فترة الأخيرة كان لها الصدق في العديد من الإنجازات الطبية ودايما بنلاقيها دايما على سطح الممكن نقول الاهتمامات أو سطح الإنجازات الطبية داخل المنظومة الصحية في مصر مستشفى الهرم الحقيقة يمكن احنا اثرنا ان احنا نتكلم النهاردة عن بعض الأمور المتعلقة بيها نظرا لتلك الأهمية وده اللي هنعرفه من خلال لقاءنا النهاردة مع الدكتور هاني مصطفى راشد مدير عام مستشفى الهرم أهلا بيكا فهن دكتور هاني نتكلم الأول عن مستشفى الهرم ونقول موقعها أو حجم الجماهير المتعملة معها عاملة زي مستشفى الهرم تابع لوزارة الصحة تابع لأمانة الملاجزة الطبية المتخصصة يمكن الموقع الجغرافي لمستشفى الهرم اللي هي في نطاق محافظة الجيزة وعلى منطق طرق طريق اسكندرية الصحراوي المحور اكتوبر الفيوم فأهمية الموقع لمستشفى الهرم واستقبالها لكثير من المرضى ده بيجعل المستشفى وإدارة المستشفى أهمية ان الاهتمام بالخدمات الصحية اللي بتقدم بالمرضى فمن منطلق الموقع الجغرافي للمستشفى وان المستشفى من المستشفيات اللي هي متعددة التخصصات احنا عندنا معظم التخصصات موجودة بتعتمد على استشاريين على مستوى عالي جدا في التخصصات المختلفة عندنا أقسام مختلفة زي الطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية ورعاية المركزة بأنواحها والحضارات المبتسرين ورعاية الأطفال بالإضافة لوحدات طبية متخصصة بنقدر نحن نقدم خدمة محترمة للمريض يمكن المستشفى الهرم ويمكن المستشفى تأمانية المراجزة للطبية المتخصصة يمكن شاي لعبء كبير جدا في تقديم الخدمة الطبية والصحية لجميع المرضى تبلغونا بقى حجم الجمهور المتعامل معها أو طبيعته أو هل بيختم فئة معينة ولا ممكن أي حد في مصر يدخل المستشفى هو فيه فئات يعني احنا عندنا الفئات أولا الطوارئ ده بالمجاني يعني احنا تعليمات معالي رئيس الوزراء السابق بطوارئ 48 ساعة مجاني فيه بندل المجاني اللي هو الطوارئ وفيه عندنا نفق الدولة المرضى الغير قادرين بنقدر ان احنا نعمل لهم زي توصية أو قرار على نفق الدولة فيه برضو بنتعامل مع مرضى التأمين الصحي مرضى التأمين الصحي بنبعد توصية طبية للتأمين الصحي بيجيب لنا موافقة وبالتالي المريض بيتعالج على التأمين الصحي وفيه الشركات والهيئات المتعاقدة مع المستشفى وفيه المريض اللي هو بيحب يدخل جناح فندوقي مميز أو السياحة لاجية فده بيبقى بيد يعني بيدفع قيمة الخدمة اللي هو بياخدها داخل المستشفى بس طبعا فندم مش مقصورة بس مستشفى الغرم على سكان الهرم يعني بالتأكيد فيه لا لا أخوال أكيد بيجيلكم مرضى ومصابين من جهات وقرار لا أخوال إحنا هادا بنستقبل من جميع المحافظات يعني يمكن مستشفى الهرم مش مرتبطة بالمحافظة نفسها بس لكن هي بتستقبل من جميع المحافظات ويمكن برضو لأن زي ما أطحادك أن فيها نخبة من الاستشارين عالين المستوى فده بيخلي برضو أنه النهاردة الريفيرال سنتر يعني فيه كتير جدا من الحالات بتتحولينها حتى لمستشفى أخرى يمكن شايفين عشا شايفين مستشفى الغرم طبعا اللقطات من المستشفى الحقيقي مميز جدا حقيقي احنا إحنا يعني ده يمكن احنا عندنا أقصان مميزة يمكن ده هنا السياحة العلاجية ده المركز السياحة العجابي المستشفى ويمكن مركز السياحة العلاجية المستشفى كان معمول في بدايته أيام دكتور إسماعيل سلام كان معمول كمركز لصحة المرأة الحقيقة نشايف أنه هو ده مش مركز ده ده فوند الخمسة مهمة والله يعني هو تعمل بشكل كويس جدا ويمكن احنا يعني نقلنا الفكرة منه يبقى مركز متخصص للمرأة فقط إلا أنه كمان يبقى فيه سياحة علاجية يعني فيه جزء للمرأة لو هي عايزة تعمل تشيك أب عايزة تعمل الفحص الدوري الشامل عايزة تعمل الفحص الماموجرام والفحص المبكر على الأورام كشف المبكر على الأورام عايزة فيه تعمل الكشف اللي هو الخاص بجهاز هجاشة العظام أو تعمل الفحصات الشاملة ده بالنسبة للجزء الخاص بقطاع صحة المرأة يعني احنا عملنا كمان سكتور للسياحة علاجية بحيث أن المرضى المترددين سواء كان من جمهورية مصر العربية أو من خارج جمهورية مصر العربية ممكن يجي ياخد خدمة محترمة أو خدمة كويسة وفي إطار فندوقي مميز وكمان بسعر مخفض يعني فإحنا برضو ودخلنا لها وحدات متخصصة يمكن السعر علاجية فيها وحدة لعلاج الألم يمكن وحدة لعلاج الألم دي مش موجودة غير في بعض مراكز الأورام لكنها موجودة في مستشفى الهرام وفي نخبة من الاستشارين بيتناوبوا على تقديم الخدمة الطبية في مثل هذا التخصص عندنا كمان وحدات زي وحدة المفاصل ووحدة الجراحات الميكروسكوبية وبنفكر مستقبلاً أنه هندخل عليها الـ IVF اللي هو الحقن المجالي يمكن ده كمان أعتقدني فيه ناس كتير جداً كان من خلال استطلاع الرأي ومن خلال المشاركة المجتمعية يعني قدرنا نعرف أن احتياجات المجتمع المدني حولينا شايف أن احنا ممكن ندخل خدمة الـ IVF في السياحة اللاجية وحدة صحة المرأة طيب فلح حضرك ذكرت في مستهل حديثك أن المركز ده كان في الأساس خاص بصحة المرأة مغزى تخصيص قسم من الأقصى المستشفى للمرأة فقط يهو؟ ده اهتمام الدولة بالمرأة يعني احنا لو قلنا في كل مؤسسة داخل جمهورية مصر العربية هتلاقي أن المرأة لها نصيب كبير جداً فيه سواء كان في المجال الصحي أو في المجالات الأخرى فاهتمام الدولة بالمرأة يخلينا اهتم داخل المنظومة الصحية بصحة المرأة وما تعاني منه وإذا كان فيه فحوصات شاملة أو فحص دوري أو الكشف المبكر أو حشاشة العظام أو فيه حاجات كتير جداً برضو الفحص راغيب الزواج يعني من رضو من الحاجات المهمة جداً كانت استحدثت منذ السنوات فلا المرأة اعتقد أن هي تهتم يعني مهم جداً أن نهتم بصحتها وجميع المرضى نهتم بيهم لكن كانت الفكرة بالنسبة للمرأة أن احنا يبقى لها سكتور أو لها جزء يخص الفحص الشامل الدوري لها الحياة دكتور شيء جميل طبعاً أن تتخصصوا شيء للمرأة للمرأة طبعاً هي معروفة نصف المجتمع وفي نفس الوقت برضو أكيد المرأة محتاجة نعمل الاهتمام الخاص نظراً لربما لزروف كتير ولكن طبعاً أسأل حضراتكم السؤال بس بعد الأول ما أنوه للمشاهدين نحن في انتظار تواصل حضراتكم معنا على الهواء مباشرة مع الدكتور هاني رشد مدير عم مستشفى الهرم على الأرقام اللي تظهر مع حضراتكم على الشاشة ولكن في سؤال احنا نطرحه على جمهور السادة المشاهدين وهو ما هي الخدمات التي ترغب في توفرها داخل مستشفى الهرم ما هي الخدمات التي ترغب في توفرها داخل مستشفى الهرم يريد حضركم تتصلوا على الأرقام التي تزرغتكم على الشاشة يمكن دكتور هاني جاوب على حتى جزء من السؤال ده وكنت قلت حضركم شوية أن النية في إنشاء مركز الحقن المجهري هو نتيجة استطلاع رأي مشاركة مجتمعية ونشوف المناخ اللي حوالينا والاستطلاع الرأي بالأماكن اللي حوالينا المستشفى فبنعرف احتياجاتهم ايه بالزبط واحتياجاتهم دي بنقدر نبني عليها الخطة الاستراتيجية بتاعت المستشفى طب هل مصطلح السياحة اللي لاجئة دكتور هو يعني فقط خدمة فندقية أم أن هناك استراتيجيات أخرى لهذا القسم؟ هو منطوق السياحة اللي لاجئة يعني احنا بندخل واهتمام بالسياحة بشكل عام فاحنا بناخد الجزء ده وبنحوره داخل القطاع الصحري أن حدثك النهاردة يعني سواء داخل مصر أو خارج مصر النهاردة مصر بيتردد على مصر مرضى من دول مختلفة سواء كان دول عربية أو دول أفريقية أو أجنبية محتاجين نقدم الخدمة بشكل محترم وشكل جيد سواء كان المصريين أو غير المصريين من الشكل بقى فيه إطار فندوقي ولكن الأهم أن المريض يحصل على رضا من أداء الخدمة الطبية يعني ساتيسفاكشن المريض ده مهم جدا فاحنا بنحاول أن احنا نعمل تسويق وماركتين كويس جدا لقسم السياحة اللاجية بحيث أن مستشفى الهرم تمثل وزارة الصحة وتمثل مصر فإحنا جادرين نقدم خدمة محترمة ترضي المريض المصري أو الأجنب طب دكتور هاني وأرجو أن يتسع صدرك لذلك ولكن أنا أتحدث عن مستشفى الهرم ليس كمستشفى الهرم على وجه التحديد ولكن كمستشفى بتمثل مستشفىات الحكومة كثيرا ما نسمع شكاوى المواطنين عن مستشفىات الحكومة عايز أعرف إيه السبب في الشكوى الدائمة ده رقم واحد رقم اثنين حضرتك كمدير لأحدى هذه المستشفىات كيف تعاملت لتفادي مثل تلك الشكاوى هو يمكن يعني مشكلة المريض في حكتين رقم واحد ويمكن أعتقد أن الدولة بتبحث حاليا في أنها تاخد قرار بتفعيل نظام التأمين الصحي الشامل مشكلة المريض في حكتين أولا فيه المريض مش عايز يروح مستشفى يدفع فيها فلوس وتعدد الجهات دي مشكلة يعني مريض نفق الدولة مريض تأمين صحي مريض الشركة أوهية متعاقدة تعدد الجهات اللي هي بتصرف على المريض نريضا ما بقى فيه جهة واحدة أن جميع المرضى بيتعالجوا من خلال التأمين الصحي الشامل كل مريض مع الكرني بتاعه من حق أنه يتوجه لأي مستشفى من خلال التأمين الصحي الشامل بياخد الخدمة بتاعته والدولة هي اللي بتصرف عليه خلاص أصبح كده مفيش مشكلة بالناحية الماليات تمام نتبص على الخدمة الطبية الخدمة الطبية أنه إحنا يعني يمكن مستشفى الهارة من مستشفى أماية المراكز الطبية المتخصصة يمكن من المستشفى دايما متميزة فيها الانفراستراكشورز بتاعتها كويسة خدمات فيها جيدة بتعتمد على الاستشاري في تقديم الخدمة الطبية المريض عايز يدخل ياخد الخدمة الطبية بتاعته بشكل جيد وبيلاقي اهتمام طبي وتمريدي على أعلى مستوى تمام يا دكتور نستكمل حديث عن الخدمات الطبية في المستشفى ولكن بعد ما ناخد المداخلة التليفونية الأستاذة ولا ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته أيها حدثك يا دكتور أهلا ثانيا يا فامي الله يكرمك لو سمحت شو الضجل أنا عايز اسأل على على إن أنا مساء عايز أعمل الإشعاعات اللي حضرتك بتقول عليها دي ها اللي هي الإشعاعات اللي هي الفحص الدوري اللي هي علشان هشاشة العظام وعلشان الأورام آه يا فامي حضرتك يا ممكن تكون تكلفتها كام بصي حضرتك هو في باكش للفحص الدوري الشامل عايزش ممكن حاج تعلصتك شوية بقول لي حضرتك في مركز صاحة المرأة في المستشفى الهرم عاملين زي باكش للفحص الدوري الشامل تقريبا التكلفة بتبقى حوالي سبعمائة جنيه بس بنعمل كل الفحصات التكلفة بتبقى حوالي سبعمائة جنيه بنعمل بيها كل الفحصات بيبقى فيه التحاليل أيها لو سمحت قالي حضرتك طب يا ريت حضرتك بس تسمعينا من التليفون تفضل يا دكتور هي بتسأل على إن هي عايز تعمل الفحص الدوري الشامل احنا عاملين زي باكش للفحص الدوري الشامل في مركز صاحة المرأة في مستشفى الهرم تكلفة تقريبا سبعمائة جنيه بتعمل فيها فحصات وتحاليل بتعمل الأشعاعات بتعمل عرض على استشاري المعالج وبتوعد حوالي أربع ساعات بتعمل كل الفحصات ده بالنسبة لو هي عايزة تعمل كل الفحصات الشاملة لو هي فيه بنتكلم على الكشف المبكر للأورام إن وزارة الصحة عاملة مشروع الكشف المبكر على الأورام مجانا وفيه عربيات اللي هي المتنقلة ده موجود عندكم ولا عاملتها الوزارة الشامل هي بديه كل مستشفى شهر يعني بتلف على المستشفيات بشكل عام بحيث أن توصل لكل سيدة في الإيريا السكانية بتاعتها يعني كل وقت يعني مثلا نقول في النطاق مثلا شارع الهرم أو فيصل بقى فيه عربية متنقلة بتعمل كشف المامو جرام اللي هو الكشف المبكر على الأورام برضو في مناطق في محافظة القاهرة ومناطق في محافظات متعددة بيبقى بالمجاني يعني ده مشروع الدولة للكشف المبكر على الأورام أما لو هي عايزة تعمل الكشف الدوري الشامل فيه كل التخصصات والفحوصات ده ممكن تتشرفنا وتيجي عندنا نعمل هذا إن شاء الله بإذن الله طبعا دكتور الحضر كنت بتتحدث قبل هذه المدخلة عن خدمات الطبية بشكل عام داخل المستشفى ولكن دعني أتحدث أو أخص بالذكر أقسام الطوارئ باعتبر أن هي دايما بتكون المحكة الأول مع الجمهور الطوارئ عندكم معاملة إزاي؟ الطوارئ إحنا يمكن الطوارئ اتطورت من حوالي سنة ومصف أو سنتين تقريبا إحنا عندنا الطوارئ حوالي 18 سنير متقسمة لجزء يخص رعاية الطوارئ اللي هي الرصاص دي حوالي فيها 3 أسرة وفيه جزء للفحص والكشف وفيه جزء للملاحظة لو فيه مريض هياخد محليل أو هياخد علاج ساعتين 3 أو 4 على حسب الحالة بتاعته اهتمامنا بالطوارئ لأن مريض الطوارئ يمكن ليه طبيعة خاصة إن المريض ده بيجي سواء فيه حدث لقدر الله أو وقع من فوق أو فيه أي حاجة طرق أو مفاجئة فإحنا بنهتم بالطوارئ أولا من خلال الفريق الطبي اللي موجود يمكن زمان كان مستشفى لأي مستشفى بيقع عندها قسم الاستقبال هو ما عادش اسم الاستقبال دلوقتي اسمه طوارئ اسمه طوارئ ده خلنا نعتمد على الدكاترة اللي بيستقبله المرضى اللي هما من الدكاترة اللي حاصلين على زمالة الطوارئ أو الدكاترة اللي هما في سنة ثالثة أو رابعة من زمالة الطوارئ وده ممكن بيحسن الخدمة بشكل أكتر وبيبقى موجودين الدكاترة على مدار اللي 24 ساعة لتقديم الخدمة الطبية للمرضى بشكل عاجل الطوارئ على مدار 8 ما بناخدش أي فلوس من مرضى الطوارئ الطوارئ مجهزة بجميع التجهيزات الطبية على أعلى مستوى في استشاريين موجودين للتعاون مع الحالات الحارجة يعني لو حالة جراحة مخ وعصاب أو حالة جراحة أوعية دموية أو حالة محتاجة جراحة صدر فوراً بيبقى فيه استشاري متواجد للتعاون مع مثل هذه الحالات بشكل سريع احنا ممكن بنستقبل شهرياً ما يقارب 7000 مريض متردد على الطوارئ حيث دكتور احنا كنا عملنا لقاء مع دكتور عطي عبدالهاني مدير الطوارئ عندكم ويمكن ياريت الاخوة في الاعداد الجاهزين اللي هنشوفه ولكن طبيعة الاصطفر اللي شغلت داخل الطوارئ يعني هو دايماً اي حد بيدخل الطوارئ بيبقى الهاجس الاول بالنسباله هو ان هو يلاقي استشاري موجود احنا احنا الفريق الطبي موجود ومتكامل جواه الطوارئ هو يعني الطوارئ كذا حاجة اولاً محتاج الفريق الطبي بيبقى موجود ومدرب وعلى اعلى مستوى سواء كان استشاري او اخصائي او طبيب مقيم التمريد الطوارئ بيختلف عن تمريد اي قسم اخر لازم يكون مدربه على درجة عالية جداً من التدريب الاباء اللي بيتعامل مع المريض وزويه سواء كان موظف شباك سواء كان علاقات عامة سواء كان عامل الناس احنا ممكن لازم يكونوا مدربينه بشكل جيد اممكن احنا بنهتم من خلال الفترة الاخيرة بالتدريب بشكل جيد ازاي ندرب الطبيب والممرضة والموظفين والاداريين ازاي يبقى فيه communication skills مهارات التواصل والاتصال فنتعام مع الجمهور بحيث ان هو يتعامل بشكل غائق وبشكل كويس لان اللي جاي في حدثة ده بيبقى مش شايف قدامه فبالتالي محتاج ان اللي قدامه يبقى هادي شوية ويقدر يستحمل السترس بتاع الاهل المصاب عشان يقدر يقدم خدمة طبية بشكل محترم وكويس طيب دكتور عمر جمال مدير العادات المسائية وممكن هما جايزوننا برضو لقاء معاك كده نشوفه نرجع على حدثة تاني مستشفى الهرم فيها عادات مسائية عوزين حيك تكلمنا عنها وعن هي بتتميز ايه عن المستشفى هذا الاخر مستشفى الهرم اول مستشفى رائدة في مستشفى ووزارة الصحة بتقدم الخدمة في عادة مسائية من الساعة 4 للساعة 8 بيقدم فيها الخدمة نخبة من الاساتذة الجامعة مستشاريين واخصائيين موعدها مناسبة لبعض قطاعات عريضة من المجتمع من الساعة 4 للساعة 8 متاحة بساعة الرمزي اسعار قريبة في متناول المواطن العادي خدمة طبية رائدة بيتم فيها تقديم كافة الفحصات الطبية من موجات صوتية على القلب خدمة من مناظير خدمة موجات فوق صوتية على البطن والحود كافة الفحصات الطبية المختلفة التحليل بانواعها العيادات بكافة تخصصاتها قائمة بالفعل بالاضافة لانه بيتم منها دخول بعض الحالات التي تحتاج الى جراحات او الحجز المتابعة بالمستشفى سيدي دكتور نيام شكرا ده الاعدات المسائية احنا شفنا دكتور عمر الجمال ده يوّد هو مدير الاعدات المسائية في المستشفى تبريبا بتكلم على خدمة الاعدات المسائية خدمة الاعدات المسائية ولكن دكتور برضو عايز حضرت الدين كده فكرة سريعة عن يعني حضرك قلت المسأل حقن المجاري ده من الحاجات اللي انتوا ان شاء الله فيه نية اللي انتوا توفروها داخل المستشفى شكرا ممكن احنا عندنا في مبنى اكستينشن ده ملاحق للمستشفى المبنى حوالي 139 سرير محطوط بلانينج لي انه يبقى فيه عندنا الرانين المغراطيسي فيه اسطرة وقلب مفتوح فيه وحدة للغسيل الكلوي فيه 13 سرعية مركزة اضافة للمستشفى فيه 6 غرف عمليات منهم غرفة لاجراحة القلب والصدر اضافة للمستشفى ان شاء الله احنا يمكن معي الوزير اعتمد امر الاسناد الخاص بالمبنى الجديد ويمكن الشركة المنفذة بدأت تشتغل فيه ان شاء الله انشائيا نستلمه خمس شهور ده المبنى ده المفروضة يدومي يا دكتور المبنى ده مبنى اكستينشن ملاحق للمستشفى اه امتداد للمستشفى المستشفى الهرم 306 سرير فيها 13 سرير رعاية مركزة 4 غرف رعاية كبد 4 سر رعاية رعاية مركزة للاطفال 7 حضانات في طوارئ في الهيات الخارجية في 5 غرف للعمليات اضافة للمبنى القائم للمستشفى حاليا في مبنى امتداد يحتوي على 139 سرير ووحدة للرانين المغناطيسي ووحدة للغسيل القلوي وكمان قسم للأسطرة والقلب المفتوح المبنى ان شاء الله بإذن الله نما يكتمل ان شاء الله بإذن الله وتجهيزاته تكمل بإذن الله خلال العام ان شاء الله بإذن الله اعتقد هي دي اضافة للخدمات الطبية اللي بتقدمها مستشفى الهرم اضافة للخدمة الطبية ومستشفى الهرم احنا كمان حاليا بنهتم بالتدريب ومكافحة الجودة والجودة ومكافحة العدوى يمكن احنا بنسعى للحصول على الاعتماد الجودة يمكن خدنا خطوات إيجابية كبيرة جدا دلوقتي ان شاء الله بإذن الله واحنا جاهزين خلال العام القادم ان شاء الله نحن نحصل على الاعتماد الاسبوع اللي فاتت المستشفى تكرمت كالمركز الأول على مستوى محافظة الجيزة في مكافحة العدوى في تطبيق معايير مكافحة العدوى بنهتم بالتدريب لجميع العاملين في المستشفى أطباء تمريض موظفين إداريين حدك تعلم تماما ان العنصر البشري هو أهم جزء في المنظومة الصحية لان هو العنصر البشري وهتمنا به وقومنا بتدريبه بشكل جيد وشكل صحيح هنقدر نقدم خدمة محترمة وخدمة جيدة نوصل فيها لردن المريض اللي هو الأساس اللي احنا بنشتغل عشانه ان احنا نقدم خدمة محترمة للمريض المصري تاب سؤال بي دكتور مرضى فيروسي اها يعني يعني ازاي ما حتطين في حسابتكم مرضى فيروسي يمكن احنا قدمنا خطاب لمعالي وزير الصحة من حوالي 3 أسابيع وخدنا موافقة على ان احنا نبقى مركز معتمد لعلاج فيروسي واللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكابدية بعت لنا خطاب النهاردة ببدء العمل والشغل ان شاء الله خلال الاسابيع القادمة باذن الله في لجنة هتيجي تعاين المكان يمكن مفيش في نطاق محافظة الجيزة مراكز معتمدة لعلاج فيروسي الهرم اعتقد هتبقى خلال الاسبوعين القادمين مركز معتمد لعلاج فيروسي اعتقد طبعا دكتور ان هو ده يعني لكم السبق في ده على الاقل في منطقة الجيزة وابهارهم طبعا نسبة المرضى المصابين بالتهاب الكابدية وفيروسي كتير جدا فاحنا ان شاء الله بإذن الله نقدر نقدم لهم خدمة الحقيقة ربطور احنا مش عارف اقول له حضرتك كيف سوحنا تقريبا وقتنا انتهى فانا طبعا الحديث معك طول والحديث على المشتشفى طبعا انجازاتك يعني الكل بيشهد بها دكتور راينة رشاد طبعا يعني بشكرك شكرا جزيلا على حضرتك معنا النهار ده شكرا خلاك والسلام واشكرا شكرا عزيزا مشاهدين في النهاية للقاء بشكر ضيفي العزيزة الدكتور هاني مصطفى راشد مدير عام مستشفى الهرم ونلتقي بكم على خير الاسبوع القادم ولقاء متجدد وبرنامج سؤال مسؤول مع تحيات عمرو لطفي شكرا وإلى اللقاء